14-15 دولة قررت عدم أو وقف أو حذر تصدير بعض المنتجات ليه؟ قالك مش ضامن بكرة في ايه؟ يا عم ده انت أكبر دولة في العالم بتصدر سكر يا هند الهند قالت لا مش هنصدر سكر ليه؟ خايف نتيجة الطقس الحاد الحار انه المحاصيل تبوز والهند تصدر السكر اللي عندها وبكرة تحتاج هنوقف تصدير زي ما قالوا من حوالي اسبوعين نوقف تصدير القمح النهاردة الهند قالت هنوقف تصدير السكر النهاردة هنوقف تصدير السكر طيب الارجنطية تحذر استيراد تصدير مسحوق زيت الصوية لغاية نهاية السنة الجزائر توقف صادرات الماكرونة ومشتقات القمح والزيوت النباتية والسكر لنهاية السنة واندونيسيا توقف صادراتها من زيت النخيل لاخر السنة ايران قررت منع تصدير البطاطس والبادنجان والطماطم والبصل كل الخضروات لاخر السنة كازاخستان تحذر تصدير القمح والدقيق القمح حتى 15 يونيو العام الحالي كوسوفو حضرت استيراد تصدير القمح والزرى والدقيق والزيوت النباتية والملح والسكر لاخر العام تركيا توقف صادراتها من لحم البقر والضقن ولحم الماعز والزبدة وزيوت الطبخ لنهاية 22 اوكرانيا اعلنت حذر تصدير القمح والشوفان والسكر لاخر العام وروسيا منعت صادرات السكر وبزور عبار الشمس حتى 31 اغسطس وكذلك القمح والشعير والذرى حتى 30 يونيو 2022 سربيا اوقفت صادرات القمح والذرى والدقيق والزيت لنهاية 22 تونس منع التصدير الفواكه والخضرات الاخر العام الكويت اوقفت تصدير منتجات لحم الدجاج والحبوب والزيوت النباتية لنهاية العام طبعا هذه الارقام وهذه الدول قدام حضراتكم اهوه حظر تصدير الغذاء مصر حظر تصدير الغذاء ممر شائك الى دوامة الجوع 14 دولة حتى الان اقرت حظرا جزئيا او كلية لتصدير الغذاء اللي قلتوا لحضراتكم قدام حضراتكم الهن اوكرانيا روسيا الارجنتين ومصر كمان وقفت تصدير اي نوع من الاخماح او العدس او الفون فاكريني حضراتكم ايران صربيا تركيا اندونيسيا الجزائر كزاخستان كونسوفو تونس الكويت طبعا يعني 17% تأثير قيود التصدير على الغذاء العالمي دول كانوا بيصدروا وبطلوا تصدير 276 مليون شخص هيواجهون الان المشكلة الحادة من الغذاء تؤثر على طعام هؤلاء وتصل بيهم الى حالة الجوع خلينا اقول لحضراتكم انه هذه الدول اللي اوقفت التصدير كانت دول مهمة جدا دول مهمة جدا اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع اللي يحتاجوا البيت يتحرم على الجامع يعني ده خلاص كل دولة بتفكر يلا مصلحتي كل دولة بتقول ان جالك الطفان اعمل ايه كل دولة دلوقتي بتبص نفسها احنا النهاردة انا بزاد الخبر الاول اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مرصب مدبولي مع وزير الزراعة مع وزير راي مع شركة الريف المصري انتو مشكلتكم ايه عشان تنتجوا عشان نشتغل بتزراعه قامح وتزراعه محاصيل يلا ولسه نبارح مخلصين ايه واول ايه وايه لانه كل دولة بتعمل كده ليه التقارير اللي جاي من برا كل دولة بتقفل ابوابها مش هنصدر الهند بتنتج عشرة مليون طن سكر واكبر مصدر اكبر تاني مصدر للسكر في العالم بعد البرازيل واقفت ايه مش هنصدر تاني ليه قال لك لانه الظروف اللي جاية مش معروفة في ضباط في مناخ سيء في محاصيل بالبوز انا معرفش عامي بكرة فيه اقفل العالم